بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم وفق علي هنتكلم دلوقتي في شابتر سري نظرية التنظيم او نظرية التنظيم الهيكل الاداري في الشركات دي مادة من مواد الام بي اي ماجستير ادارة الاعمال شابتر سري بيتكلم على طبعا ده من الكتاب التاني اللي هو كتاب دافت بيقول لك strategy organization design والeffectiveness هنا الكلام كله على الاستراتيجية الاستراتيجية هنا بقى تخطيط استراتيجي وبدأنا بداية قوية جدا 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 في الشابتر وقال لك ايه هي الادارة الاستراتيجية الادارة الاستراتيجية والتخطيط الاستراتيجي بيبدأ بوضع الفيجن والميجن طبعا دي حاجة بتعملها الادارة العليا هنا بيقولك strategic direction او strategic direction and operation design الاول تحط الorganization goal ازاي تتحط الorganization goal ده يعني حاجات كتير قابليها desire the state of affairs is that an organization attempts to reach او دلوقتي ال ceo اللي هو chief executive officer او والtub tmt اللي هو top management team التيم ده كله بيقعد مع بعض عشان يعمل او حاجة اسمها الاستراتيجيك بلايننج يعني التخطيط طويل الاجل مين اللي بيعمل استراتيجيك بلايننج ده الاستراتيجيك منجمنت تتكون من 3 حاجات الاستراتيجيك صياغة الاستراتيجية بتاعتنا والخطة بتاعتنا طويلة الاجل ثاني حاجة استراتيجيك تاني حاجة استراتيجيك امبلمنتيشن تطبيق الاستراتيجية دي وثالث حاجة الاستراتيجيك طيب ازاين نعملها نصيرها اللي هو اول واحدة دي قالك انت التيم ده لازم يعودوا يحطوا الفيجن الفيجن هي حلم الشركة الشركة مثلا تكون جديدة ولا حاجة يقولك احنا هنبقى ان شاء الله اقوى شركة انتاج الحاجات دي مثلا المجال بتاعهم مثلا بيمتاجوا مثلا اي حاجة كوتشات السيارات احنا هنبقى اقوى شركة انتاج كوتشات السيارات في الشرخ الاوسط فده فيجن هنا حلم دي الرؤية انما ليه يعني انت بتقولي حلم لان هما لسه اجداد والشركة لسه بادية فازاي عايزة تبقى اقوى اكبر الشركة في الشرق الاوسط فده حلم ما ما تقدرش تقول مثلا هما يعني الليمت بتاع الحلم ايه مش مشكلة ده الرؤية بتاعتهم او الحلم بتاعهم بعد 10 و 15 سنة انما الميشن الميشن لا ده بقى بروميس وعد بيقدموه للعملة بتاعهم للمجتمع اللي حوليهم احنا هنقدر بنعمل حاجة بكواليتي عالي او بسعر كويس او ان احنا هنخدم العملة بتاعنا بالمنتجات او بالخدمات في دي الميشن بعد كده بيعملوا سوات اناليسيز سوات اناليسيز اللي هو التحليل بيسموه وساعات بيسموه سوات اناليسيز اللي هو اختصار الاس والدابليو والاو تين الاس والدابليو اللي هو وفي انترنال او انترنال واحدة اعمال لداخلية احنا عندنا نقطة القوة بتاعتنا احنا عندنا اقوى خبرة في المجال ده عندنا مواردين قدري نجيب الحاجات دي بخيصة وبكواليتي عالي ومش عالف ايه الحاجات اللي داخلة في انتاج الحاجات دي طيب عندنا ضعف مسلا في التموين عندنا ضعف في التسويق ليازم اعرف نقطة قوة ونقطة ضعف بتاعتي عشان اقدر اقف في السوق اعمل ازاي طيب ده بقى اللي هي بقية الحروف اللي هي الاس والدابليو هنا في الانترنال القوة تي في الانترنال الفرص اللي موجودة في السوق ايه والسواتس التهديدات طيب اللي انا بعمله ده اسمه ايه يعني ايه سوات اناليسز تحليل الاستراتيجي سوري التحليل الموقف او اه اه سوات اناليسز تحليل الوضع الحالي الوضع الحالي ايه عندنا نضقوة ونضعف جوا الشركة عندنا فرص جميلة جدا السوق في كزا مليون عميل ممكن نبيع وممكن نعمل فيه تهديدات اه التهديدات ان عندنا منفسين عندنا عندنا عفوا معلش بال برد اه طيب عملت السوات اه يبقى ابدأ بتعمل بها ايه تحط الاستراتيجي جولز طيب بص بقى فيه حاجة اسمها الاستراتيجيك انتيند او النية بتاعت الشركة او اه ديفايني الميشا اللي هو الاوفيشيال جول الميشا زي ما قلنا كده اللي هي المهمة اه سوري الرسالة بتاعت الشركة وبعد كده عندك اه 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 هنا بيقولك اه اه سليكت اوبراشنال والاستراتيجيك الحاجة اللي بتكون قبل ما اختار والاستراتيجيك لازم اكون اه اعرف اه او طلعت من الاسواكاصا بالاستراتيجي التواصرات 일단الليسس ده بالاستراتيجر يعني ايه يعني المزايا التنافسية والاستراتيجر انا لما اقفى السوق اللي بيميزني عن المنافس الاستراتيجر يعني منافسة مزايا التنفسية. اه ايه اللي يميزني عن المنافس? السعر ولا الجودة? ولا حاجة تانية? اه لازم افهم. يبقى انا باعمل كل ده تخطيط. انا بافهم مش هينفع اعمل اي حاجة. مش هينفع اخد اي خطوة. لما افهم كويس. يبقى لازم ابدأ بالصوات انا نازل عشان احلل الشركة بتاعتي. وبعد كده اخطط صح. بلنا على التحليل الصح والمعلومات الصحة. طيب. بس كومتاتف ادفانشيز? لا الكور المهارات والكفاءات اللي عندي والشغل اللي انا هتخصص فيه قادر اشتغل فيه ولا لأ. بلنا على الكلام ده كله واحط الجولز واحط الفرق ما بين الجولز والستراتيجز ايه? بيقولك الجولز يا عام دي اهداف طويلة الاجل. يعني اكتر من عشرة خمسشرة سنة ومش حالف. انما قال لي من خمس سنين انت بتقول لي اوبجيكتيفز. اوبجيكتيفز. حتى بيقولك ايه وعلى حسن الكتب العربي بتقولك على كلها اهداف. الجولز هي الوبجيكتيفز هي الطارجتز. لا. الجولز دي اهداف طويلة الاجل اكتر من خمس سنين عشرة سنين. الخمسطاشر. اهل من خمس سنين. البادجيت بقى او الطارجت. هي بقى ليه كل سنة مسلا او كل شهور او كلام ده كل. طيب. عفوا. اهم. اه. اه اه طيب اه اه بناء على اه خروجك بقى من الحتة دي ان انت بقى معاك دلوقتي ايه? عرفت انت هتخش الاستراتيجية الكمبيتاتف استراتيجيت هنا. الاستراتيجية المنافسة بتاعتك ايه? هدخل اعمل ليه ده وشبل السوق بالتكلفة? الناس كلها بتبيع العربية او ما نقول ايه احنا كنا بنبيع كواتشات عربيات او مش عايف بنبيع اي حاجة بنبيع. بننتج كمبيوتوريات بننتج كراسي الكورسي الناس كلها بتبيع الكورسي بمية جنيه. احنا هنخش بقى نكسب قليل بس هنبيعهم سبعين. يبقى احنا كده هنكتسح او هندخل في المنافسة. حاول بقى نجيب ايه خشب بس برضو ما يكونش وحش يا بس فيش شوية اه تكلفة العمالة ننتج مسلا كمية كبيرة بحيس نقلل. اه فشغلك كله دي الاستراتيجية بتاعتك هتبقى كده. لا انا مش هشتغل كده انا هعمل زا اي كيا مسلا. انا مش هشتغل بالاقلل السعر. لا انا هعمل زا اي كيا حاجات سعرها كويس وغالية بس اه خامة كويسة ومش عايف تصميمات عالية ومش عايف ايه? فهي دي الاستراتيجية اللي انت بتختار انت. بعد كده ان في قال لك اما تعمل تتميز عن المنافسين. جودة عالية وهو اشكال جميلة ومش عايف ايه. اما تبقى بالكوست اللي ده وشيب ان انت تخش السوق بيقل تكلفة. دقيق كده احنا اطلعنا بالاهداف والاستراتيجيات. تعال بقى نرجع نتكلم في الفصل من اوله. هو ايه? ايه الهدف من الشركة او الهدف التنظيمي? فبيقول لك اه حاجة اسمها استراتيجيك انتيند. النية الاستراتيجية. اه احنا قلنا لكل اللي بيشتغل الشغل اللي احنا الكلم فيه ده او الشافتة ده كله هي الادارة العليا. الادارة الاستراتيجية. strategic intent organization energies and resources are directed toward focus. اه كل كل شغل كل الطاقة تاعت الشركة كل الموارد تاعت الشركة هتتوجه للايه? للجولز دي. انا حطيت الميشن. اه انت قلتلي الفيشن دي رؤية دي ده حلم بعد عشر سنة خمسنشة السنة نفسنا نبقى احنا اقو اكبر شركة في الشرق الاوسط. او احنا اكبر مورد او احنا اكبر منتجين. ماشي. او احنا اقوى مكتب محاسبة. اي ده ده حلم. انما الميشن لا. الميشن ده انت لازم تلتزم بها ده وعد بتاعده للعملة بتاعده للمجتمع بتاعك. competitive advantages هي دي واحدة من strategic intent. اه اه النية او التوجه الاستراتيجي ان انت تبقى فاهم المزايا التنفسية بتاعتك competitive advantages والcore competences المهارات والشغل بتاعك الرئيسي تبدأ بقى تقول لي بقى ايه هحط منها الابراتين جولز. الابراتين جولز دي لو بسط لها تقدر تبص لها من ناحية ان هي جولز او اهداف طويلة الاجل للشركة او تقدر تبص لها على انها اه هدف لكل ادارة. يعني انت بتقول لي مسلا اه اه ال overall performance. ال overall performance تقدر تقول مسلا ان بيعملوا حاجة اسمها الكي بي اي. اللي هو الكي performance indicator عشان يشوفوا اداء الناس واداء الموظفين بيتطور ولا اه كويس ولا اه ادارة الموارد. خليما مسلا بتبقى ايه ادارة ال financial ادارة المالية هي اللي ايه ازاي اطور الموارد بتاعتي وازاي استخدم الموارد بافضل اه اه يعني افضل استخدام علشان اه احقق منها اهدافي. الماركت الماركت ان انا ادارة التسويق تجيب لي عملة وتشغلني وتكسبني تطور الموظفين بتوعي. عشان دايما اللي بعندي اقوى مهارات هما دول انا هعتمد عليهم هما اللي هيشغلوني وهم اللي هيبقوا بالنسبة لي زي ما قلنا كده من الكمبيتاتف ادفانشز. لان بتعتمد الكمبيتاتف ادفانشز على المهارات والخبرات اللي عندك. طيب اه من الاهداف برضو اللي انت هتحطها بناء على الستواتيجيك انتنت دي. لو انت اصلا شغال في في التكنولوجي في الحاجات دي بقى انت محتاج تطوير محتاج اه ابتكارية دي. في كل بقى النشاطات ان انت لازم تحط اهداف في الانتج الانتجية بتاعتنا كويسة هنا لا. الانتجية بتاعتنا على لا لا. منреحب تنطورها اولا لا. يبقى لو بصيت دك процent تبصيلها على انها اهداف تولتي الاجل ما تده تبصيلها على انها ايه كل ادارة بتحط الاهداف متاعتكارات. ادارة مالية الادارة ادارة التسويق ادارة ال Kr ادارة مش عرف الانتاج الاه. كل الادارات بتحط اهدفها علشان انت اه تيجي في الاخر تقول. اه فعلا كله بتكاتف لمصلحة الشركة انه تتطور. اه هنا كنا شفنا ان دي اه بانك اسمه مش عارف في مدينة ايه? اه سبينج بانك. يعني ده اه ده دي 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 ميشن وفيجن فعلية هوا لبانك. البانك ده في المدينة بيقول لك الفيجن بتاعته الرومة يبقى ايه هو اه احسن بنك في مش عارفة مدينة مين? تمام? اه يعني ده شكل كده بس يعني ايه اه كمثال يعني. انما لو جينا هنا بقى لا هنا ده ايه? هي دي بقى الاهداف اللي انت بتقول لي بقى اه هو عاملها في شكل هرم بس هو في الحقيقة بتقول لي استنى بقى استند. انا انا علشان اوصل للأوبرول برفورمنس جولز محتاج استخدم الموارد بتاعتي كويس. والماركت جولز. اهداف التسويه انا زود حصتي في السوق ازود اخي اعرف العملة بشغلي. واعمل ابتكارية اه 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 دولي الستة هداف اللي احنا قلنا عليهم اللي هم هطلع بيهم من عملية والاستراتيجيك بلانينج والاستراتيجيك مانيجمنت طيب واحنا بس في عملية اللي بتعملها بنعمل بس لا بنعمل كمان الاستراتيجية فهو هنا هو بيقول لك ايه فايدة قبل ما نخش على الاستراتيجيات هنيجي نتكلم بسرعة على مثلا هنا الميشن اللي هي بيقول لك وظيفة الرسالة ايه التواصل التواصل ما بين الغرض التواصل الغرض والقيمة المضافة احنا الشركة بتاعتنا انشئت علشان نقدم منتج كويس بسعر معقول ونحارب الغلاء ونحارب الاحتكار وان احنا نشجع المنتج المحلي قيم جميلة وقيم كويسة وان انت المفروض ان انت تعمل منتج جيد وكواليتي عالي وسعر كويس طيب معها تتعامل معها بتقدم الشركة اا كويس للمجتمع بتاعها طيب ده دي الميشن انما طيب الاهداف او الاهداف التشغيلية طبعا طويلة الاجل لما بنقول جولز دي تبقى اهداف طويلة الاجل انما بدي بتبقى ايه زي ما قلنا كده اا 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 اقل من الخمس سنين او اا قد تكون مسلا سنة واحدة كمان التارجد بتبقى ممكن تكون اا تارجد بتاع اسبوع بتاع شهر اا زي مسلا يقولك التارجد بتوع بتوع المبيعات النور مليوم تارجد كل يوم او كل اسبوع او كل شهر انما l言 بقى بقى ايه بتبقى السنة كلها وهكذا طيب الاهداف طولت الاجل بتاعت الى تواجه الموظفين الموظفين الناس فاهمة الموظفين لما بيقروا وبيقل جولز بتاعت الشركة فاهمين ان احنا عايزين نزود الانتاج عايزين ننتج اا ее قد ايه عايزين نوصل ايه فهم على ما بيقبل الميزانية ها احنا ما وصلناش للاهداف بتاعتنا اياه ده احنا ياويت نوصل عشان ناخد مكافأة او يعني اعايزين فهي يفي ديريكشن توجيه الناس فاهمة هما بيعملوا ايه فاهمين الشركة عايزة ايه فاهمين التواجه الاضارات ده كمان بيقولك ان هي متى الاضارات كلها الاضارات كلها تبقى فاهمة. آآ عايزين ايه? كلهم ماشيين في اتجاه واحد تحقيق اهداف الشرك. طيب تاني حاجة بيقولك. القرارات اللي بتطلع حتى من الادارة العليا لازم في اتجاه هذه الاهداف. ما يجي القرار قرار ايه? القرار ده ازاي? القرار ده ضد الهدف. انت مش حاطين اهداف. حاطين ميشن وحاطين جولز. القرارات دي ضد الاهداف دي بقى القرار دي ما ينفعش ممكن تتراجع عنها. طيب تالت حاجة. تالت حاجة بيقولك. يعني تحديد الاداء المطلوب او معيار للاداء. طيب آآ نطلع بقى من الاهداف ونخش على الاستراتيجي. ايه الاستراتيجي? الاستراتيجي هنعرف ان هي خطة. الله. يا برضو الخطة والجول. ايه الفرق بقى ما بين الجول? لا. اهو. الاستراتيجية ايه? هي مش هدف. مش زي الجولز. هدف آآ بتقول لي ان هو انا آآ آآ عايزة حقققه. لا دي خطة. ازاي هدخل المنافسة? ازاي هدخل السوق وفيه منافسة عالية? اهو هنا بيقولي. استراتيجي اند ديزاين. استراتيجي ايه? الاستراتيجي? استراتيجي ايه. خطة كاملة. مش بس هدف. خطة لتحقيق هذا الهدف. ازاي هدخل وهتعامل مع السوق اللي فيها منافسة دي? هي دي الاستراتيجية. زي ما قلنا كده هختار. زي ما هنا هيقول لي بورتر دلوقتي. هيقول لي هتخش بالاستراتيجية بتاعت طلعت لي بلان. اه طلعت لي جولز. بناء على بتاعتي والصوات والكلام ده كله. دلوقتي احنا محتاجين نعرف انحقق اهدفنا ازاي? ونعمل خطة لتعقيق هذه الاهدف والاستراتيجيات بتاعتنا عشان نخش قدام المنافسين في السوق. المديرين والطوب طبعا اللي هو التي ام تي اللي هو اللي هو التيم اه اه التوب مانجمينت تيم. انهم ما ببقاش واحد. طبعا هو الاقيس التنفيذي او السي او. انما اه ممكن تقول لي مسلا ايه اه التنفيذين كلهم بيعودوا مع بعض غير طبعا البورد اوف داوريكتورز. ولازم يختاروا استراتيجية. يعني ايه استراتيجية? هنخش السوق بناء على ايه? انقلل تكلفنا ولا اه ولا نجيب اعلى حاجة عشان نبيع بسعر غالي بس كواليتي عالية ونعمل لنا اسم وبتاع ونعمل اعلانات والكلام ده كله. اه موديلز اكزيست تو ايد اه فورميليتينج استراتيجي. في اتنين موديلز عشان يساعدوا المديرين وهم يختاروا استراتيجية بتاعتهم. هندرس الاتنين في الشابتر ده. بورترز فايف فورسز ومايلز طيب اول واحد اتكلم اللي هو ميشيل بورتر. ميشيل بورتر عمل كمان عمل حاجات كتير. الناس اللي بتدلس مسلا نسيهم ايه? الناس اللي بتدلس اكيد سمعت عن ميشيل بورتر. فهو بيقول لك اه فيه هنا استراتيجية فيه حاجة هو عاملة هنا يعني الاستراتيجيات التنافسية. قال لك انت شركة جديدة وبتخطط عشان تنزل السوق. فحاجة من الاتنين. او يعني هم عاملهم تلاتة. هنا ايه لهم تلاتة او تقدر تقولهم اربعة. خلينا واحدة واحدة بس هنفهم احنا بنقول ليه كده اتنين او تلاتة او اربعة. اه بقول لك انت تمشي بطريقة الايه التميز. هنا هتميز عن المنفس بتاعي. المحل اللي جنبي. ايه? انا هشوف اي حاجة. عفوا. تميزني عن غيري. اه وادخل السوق هي دي الاستراتيجية بتاعتها هو ده هي دي الخطة بتاعتي لتحقيق اهدافي. طيب الطريقة التانية ايه او الاستراتيجيات التانية ايه? إيه? اللو كوست ايه؟ هزود الحصة السوقية بتاعتي هي كمبيوتر. عشان هزود الحصة بتاعتي واجيب زباين. يبقى التكاليفي اقل. اسعاري اقل عن المنافسين. اخد المنافسين. يبقى كده ايه? هم مالهمش تالت. اما ايه تلاتة واربعة? قال لك فيه حاجة اسمها فوكس. فوكس في الديفرنشيشن او فوكس في اللاو كوست. زي ايه? اه كلمة فوكس دي. يعني احنا ممكن نقول الكلمة المميزة لدي. هي اه كلمة اه اه ديفرنشيشن دي اللاو كوست دي هي اللي اتميز دي ايه? طيب. اه فخلاص كده احنا فهمنا. ان الديفرنشيشن هي اه 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 ان اتميز عن غيري اللو كوست ان انا اقل التكاليفي الفوكس تنفع في دي وتنفع في دي زي ايه? تقول يا والله ايه مسلا اي حاجة ايه. انت ارجل بتجر في الملابس. انت راجل بتجر في الملابس. فانت بتقول لي والله انا هتميز اه عمتا في الملابس? قلت بقى الملابس بتاعتي جامدة بقى ايه ايه ومش عارف ولا ايه وحاجات هم ده وبتاع ولا هقولك اس occurred. لنا ده مش كل الملابس. ده انا هتخصص مثلا في الرجالي. لا مش في الرجالي كمان ده انا هتخصص في البدل او في الحريمي. مش في مش في كل الحريمي كمان. شوف يعني ملابس والملابس الحريمي وجوه الملابس الحريمي مثلا ملابس المحجبات او اه فانا ايه فوكس. بس هتميز بقى في الملابس المحجبات بان الكواليتي عالية ومش عارفوا الالوان جامدة تصميمات اه رهيبة مش عارف ايه. او العكس ان انا هتميز في البدل او في الحاجات دي بس ايه اللي اعمل بذلك الحلوه وتكاليف قليلة اه فممكن تقول لي ان هم تلاتة يعني فيه ناس بتقول لكم ان هم تلاتة استراتيجيات او تقدر تقول لي ايه فوكس ديفونشيشن وفوكس لو كوست يبقى اتنين اه على المدى الواسع او اتنين على المدى الضيق اللي هو ضيق يعني ايه يعني تخصص جو السوق او جو الماركت الواسع ده يعني ايه الماركت اللي هو الزباين يعني تقسيم السوق بتاعك. اه تاني اه بورتارز بورتارز كومبتيرف استراتيجيز قال لك ان ما تشتغل بديفونشيشن يعني اه نظام انك انت تختار السراتيجية بتاعتك بطريقة اه انت تميز بمنتجاتك او خدماتك عن الشركات الاخرى فوكس اون يونيك نيس يعني ان انت تبقى متفرد. اه واكزامبل مسلا شركة قبل. شركة قبل بتعمل بتعمل اه بتعمل اه الاول بتاع ده التابلت او الايفون او الكلام ده كله بس بتبقى اغلى من غيرها. تمام? اكزامبل مسلا النارو سكوب بقى. اه اللي هي مسلا ايه? اللي هي حتة الايه? ايه? او ديفونشيشن. طيب اللاو كوست اللاو كوست ديه استراتيجية اخرى. ان انا هخترق السوق او هادخل السوق بالتكاليف. ايه لا? الايفيشنسي. اللي هي اه 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 الكفاءة. مين فاكيه? احنا قلنا في شابتر تو. ان انت لو عايز تشتغل بالكفاءة وتقلل التكاليف بتاعتك يبقى لازم الشركة بتاعتك تبقى شغالة ميكانيستيك. علشان تضبط العمل وتقلل التكاليف وتعمل تقدر تقلل التكاليف عن المنافسين وتخش بهزي الاستراتيجية في السوق. هنا مسلا قال لك زي شركة وولمارت مسلا. في بقى ان هي مسلا ايه مش عايف دولار يعني او يعني ايه? اه الشركة متخصصة. طب خلينا ندي مثال كده بالبلة دي. اقول لك ماشي. اقول لك بص مش انت بتوح تجيب فرخة مشوية. اه. طيب الفرخة المشوية دي انت بتوح تجيبها مسلا بسبتين بسبعين جنيه. من الراجل عنده يعني راجل كده ما هوش مركة ولا حاجة راجل يعني عادي فاتح محل بيشوي فراخ. طيب على الجانب الاخر تلاقي كينتاكي مش عايف فرايت شيكن اللي انت هتدفع ستين سبعين جنيه في الفرخة المشوية هتلاقيه عنده بس الجناحات اللي هي استغفر العظيم يعني ما حدش بيأكلها هتروح هتروح تجيبها بمئة وعشرين ومئةين جنيه يعني ايه الجناحات الفرخة اه ايه ده بقى غالية ليه كده اصلي ايه عامل لنفسه ديفنشيشن عامل لنفسه علامة مميزة عامل لنفسه اه تميز عن الاخرين فالراجل العادي محل الفرخ اللي بيشوي العادي ده خالص اللي هما لا عنده ماركة ولا عنده فانشايز ولا هو مش عايف امريكانة ولا اوانطة دي كلها بيشوي الفرخة كلها بتاخدها بلاوكوسك انما اللي جنبه محل جنبه عادي خالص برضو بس يبقى مداهن وعمل اه يعني تشتيب عالي ومش عايف ايه وعنده مضرب وشياكة والمكان مكيف ومش عايف ايه اه بيعمل لنفسه حتى لو كانت الفراخ نفسها مش هي جيدة يعني بس هو عامل اه عامل عامل لنفسه عامل اه صورة تسويقية فهي دي انت لو هتشتغل بديفنشيشن يبقى انت اخد بالك ان انت عشان نربط بقى الفصل ده بالفصل اللي فات اشتغل تبقى يعني يعني محتاج تكون محتاج تكون محتاج تغير بسرعة تبقى متكيف مع البيئة ما تبقاش زي ده بس طبعا ايه زي ما قلنا كده اللي اللي بتحكم عليك كان الدكتوري كان قايل عامل اخترار الاستراتيجية يعني طبيعة الصناعة بتاعتك زي ما احنا شايفين كده انت هتخش بالبا وطبيعة الماركت السوق بتاعك انت عايز تدخل السوق السوق بمعنى الشريحة التسويقية بمعنى العميل الكاستمرز هما دول السوق تمام طيب تعالى بقى احنا كده شفنا ايه احنا قلنا ان ان علشان المديرين يختاروا الاستراتيجية عنده هم اتنين موديلز يساعدوهم بورتر فايف فورسز البورتر فايف فورسز اه كان بورتر بيتكلم على ان في اه خمس قوة خمس قوة بيت اه ممكن اقولهم كده بالبلى ده ان القوة اللي هي المنافسة وقوية ما بين باقيات الشركات اللي زيك اللي بيعملوا نفس النشاط بتاعك. الشركات المنافسة في السوق اللي بتعمل نفس نشاطك وايه في النفس الاندستوري بتاعك. تاني حاجة ان دخول منافس جديد. ده دي قوة تانية. اه تالت حاجة ان يكون في مديل في بديل للمنتج بتاعك. اه رابع حاجة القوة التفاوضية للمورد. المورد بتاعك ده اما يعطلك اما يشغلك. تالت اه رابع اه خمس حاجة القوة التفاوضية لزبون الكاستمر. الكاستمر يقدر يسيبك ويروح لواحد تاني ولا لأ بكده يقدر يقلل في سعرك يفاصلك. كذلك المورد. كل ما زادت هذه القوة كلما كانت ايه ضغطة عليك. كلما قالت هذه القوة كلما كانت ايه بالنسبة لك. اه يبقى ده دي 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 ايه ده بتاعت بورتر عمل منها الكمبيتاتف قالك. علشان تخش السوق مليان تنافس ومليان خمس قوة ضغطة على الشركة بتاعتك. يبقى اما تعمل دي فونشيشن يهمل تعمل لو كوست. يهمة تبقى فوكس دي فونشيشن او فوكس كوست. علشان كده بنكون بنقول ان هم مش استراتيجيتين هم اما تلاتة او اربعة. يعني تلاتة امتة? اما تقول دي فونشيشن ولو كوست وفوكس. بس ايه? فوكس دي فونشيشن او فوكس لو كوست. زي ما قلنا كده مثلا ضربنا مسال مثال اه ملابس المحجبات ومش حايف ايه وملابس البيضة الرجالي. طيب. ده الموديل بتاع بورتار. تعال اشوف الموديل بتاع عم مايلز وسنو. مايلز وسنو ستراتيجي توبوليجي. الناس دولا قالك احنا اه اغلبية الشركات اه بتشتغل في اربع اتجاهات او يعني اربع تصنيفات احنا مصنفينهم. وانت شوف انت هتشتغل في ايه? قال لك اول واحدة البو. البوسبكتور. البوسبكتور ده اه 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 نوعية من الشركات قوية فهمة السوق. عندها رؤية اه 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 طموحة. الشركة طموحة. متنبئ. سابقة بخطوة. الشركة سابقة بخطوة. عندها موجهة بالايه? بالتعليم بتتعلم من السوق وبتنتج وبت ايه? بتغير وبتطور فليكسبل يعني ايه يعني ارجانيك طبعا اوعى تكون نسيت شافتر وان وتو اللي هو بيقول لك ان اه ده يبقى ارجانيك عكسه على طوله اللي هو الميكانيستيك بس طبعا اللي بيحكمك ايه زي ما قالك كده اه 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 ماركت والناتشا او اه اه اندستري الزباين والصناعة والسوق بتاعك هو اللي بيحكمك طيب اه 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 اللي هو تكون يعني اه متضفق الحاجات دي كلها ايه? الحاجات دي كلها مميزات اه اه كمان ما يميز ان هو عنده اه عنده ابتكارية عنده عنده اه خش مجال جديد خطورة في خطورة هنا في مخاطرة ولكنه ايه قادر يخش او ايه لانه عنده رؤية وبعد ما بينجح في المجال ده تلاقي كل الناس ايه? عايزة تخش وراه بس هو اللي نجح وهو اللي كسب وهو اللي زي ما يقوله كده ايه خدل ايش طلع الوش? ها ها ها. كل اللي هيقلده بعد كده مش هينجح نفس النجاح بتاعه. طيب. اه على العكس تماما اه الراجل اللي كان قالك لا استنى بقى ده اه شوف التاني كان ده اه اه ده بقى ايه لو احنا قلنا على ده عفوا لو قلنا على يبقى اكيد واضح كده ان هو بيتكلم على يبقى ده بيتكلم على ايه 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 اليه اه اة اه 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 او اه او اول ابروش شographer اصبح كده، لا اصبح لمها؟ المكانيستيك والبيوكراسي والماشينية بوكراسي والايه? والعاصر الاديم بقى اللي هو آه بتاعه اه اول اول ابروش من الابروش از بتاعه الاخرارةтоящين تيشن شي اوريانتيشن تمام? بيميزو ايه اللي هو بيضغط بيحمل خفض التكاليف يعني كنترول على التكاليف قوي جدا بيقلل التكاليف وده فده شيء جميل ميزة بتميزه او ممكن تكون الصناعة كده مش معنى كده ان ده عيب فيه او حاجة لا ده حاجة جميلة جدا طيب ده اللي هو المدافع اللي عايز يفضل في مكانه اللي هو كويس في مكانه مش عايز يعني آآ يبقى عنده موجازفة زي التاني آآ اللي هو المحلل ده تالت تصنيف من التصنيفات بتاعت آآ بيقول لك يعني بيحاول يعمل آآ توازن ما بين الاتنين يجمع ما بين التعلم وزيادة ان هو يتكيف ويتطور مع السوق آآ لو قلنا ان ده يبقى عامل زي ايه ممكن يقول لك يبقى عامل زي يعني بروكاراتية بس مش زي الفقيه كده مش مكشين بروكاراتي ولكنه زي المكاتب المهنية والحاجات دي كلها برضو عنده بس في ظل ايه تايت كوست كونترول وعنده افشينسي فده شيء جميل اوي جامع ما زي ده وما زي ده حاجة جميلة جدا اللي بقى اخر واحد اللي هو الري اكتور ري اكتور ده آآ مش برو اكتور مش آآ مش هو اللي بيعمل الفعل مش هو المبادر البادئ لأ ده ده رد فعل يستنى يشوف ايه اللي حصل ويبدأ يشوف هيعمل ايه هو هيشتغل بيه اليفشينسي ولا الليرنينج ولا الفليكسابلتي ولا وجيديتي آآ ما عندوش شكل واضح ديزاين كاركتوريستيك مي آآ آآ شيفت يعني ممكن يتغير بشدة آآ طبقا للايه للاحتياجات الحالية طبعا ده ممكن يكون شركة بدقة مسلا ممكن تصنفه زي الايه الانتربرنر آآ 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 زي ما كنا بنقول مسلا ما يعني من من الخمسة الحاجات بتاعت ميتزبرج اللي هو الانتربرنر لسه بادئ فمش عارف التوجه بتاعه ايه مش عارف يشتغل ايفشينسي ولا الليرنينج ولا ايه او لما كنا بنتكلم على مراحل الشركات فممكن تقول ان مسلا دي شركة في مرحلة الانهيار طيب آآ كده احنا شوفنا الموديل بتاع بورتر والموديل بتاع اختيار الاستراتيجيات بتاع اه سنو آآ بتاع ده ميل زاند سنو تعال بقى نشوف هنا بيكلمنا على هاو استراتيجي افكت اه او 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 ديزاين يعني ازاينا الاستراتيجية ازاي الاستراتيجية بتأثر في التصميم بتاع الشركة يعني احنا باختار الاستراتيجية وبعد كده نصمم الهيكل التنظيمي للشركة على هزي الاستراتيجية فعلا نشوف بقى هذا الجدول او الشكل ده آآ ملخص لنا الاتنين موديلز بتاع الاختيار اللي قالك هيساعده المانيجرز في اختيار الاستراتيجيات آآ اللي على الشمال دي البورتر كومبيتاتيف استراتيجي واللي على اليمين المايلز اند سنو استراتيجي توبوليجي هنا الطريقتين او يعني اه قالك بورتر لاما تشتغل تخش السوق انت عايز تختار استراتيجية تنافسية تخش بيها في سوق تنافسي بيتميز زي ما قالك كده في خمس قوة تنافسية عندك المنافسين اللي هم شغلين بنفس الشغل بتاعك او آآ مثلا انت بتعمل كراسي خشب فكل الناس اللي شغلين بيعملوا كراسي خشب في السوق دول منافسين لك وانت لازم تعرف انت هتخش عليهم بجودة احسن او ولا بسعر احسن هتاخد منافسين هتاخد ازاي زباين يعني ما انت اما هتخسر بقى هتقفل ما فيش دي حرب يعني السوق يعني آآ طيب ولا انت هتشتغل باللاوكوست تعالي انت كليفك خديق استراتيجية فدول الاستراتيجيتين اللي هم بتاعة بورتر الديفرنشييشن واللاوكوست الله انت مش قلتم ثلاثة او اربعة اه فيه التالتة اللي هي الفوكس فوكس ديفرنشييشن او فوكس لوكوست فهم الاهم التصنيفين الكبار يعني يعني ديفرنشييشن يعني انا بتميز في كل انواع الكراسي ولا في الكراسي الخشب مثلا انا بتميز او في في الخفاضة الاستراتيجية بتاعة مثلا الملابس ولا في ملابس السيدات ومش ملابس السيدات بس لا ملابس المحجباتي بدل فوكس فهي المهم يعني ايه الاستراتيجية نفسها مش مهم بقى انا هشتغل على السوق الواسع للزبعين كلها كل اي سبون عايز اي ملابس هيجي السنتر عندي هيلاقي كل الحاجات دي او ان لا انا بشتغل في كل انواع الاساس فانا كده ايه عامل بس مش فوكس على الايه ها انما انت لو عملت في فوكس فيها ميزة وفيها عيب فيها ميزة ان انت انت متخصص او هتبقى اكفأ من غيرك عيبك برضو ان انت هتسيب بعض الزبعين مسلا بتشتري حاجة تانية تروح لحد تاني فكل واحد لما بتخصص في شغله بيعرف ايه الانسب له طيب الناحية التانية هتلاقي اللي هو المبادر المدافع المحلل اللي هو رد الفعل وكل واحدة ليه خصائصها فدي مهمة جدا 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 ويعني يعتبر احنا قلناهم مش محتاجين نقولهم تاني هو بس بيملخصهم لك ويجايبهم لك اه جنب بعض عشان يعني هو محتاجة برضو شوية اه 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 اه. كنا شوفنا قبل كده العوامل اللي في البيئة. وكانت بتأثر على بتاع الشركة. وبتأثر ان احنا هل هتأثر على بتاعته. كانت هتأثر على ايه كمان? مين فاكر من كمان? هتأثر كمان على اه شوف بقى ازاي? اه. اه. ايه بقى اه? اه. عندك بتاع الشركة عندك الكالتشور عندك التكنولوجي انفيرومنتل استراتيجي بقى كمان. الحاجات دي كلها بص 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 عاملك مخلي اه 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 دي حاجات اهي غصبا عنك دي برا موجودة بقى انت بتزبط التصميم بتاعك عشان تتكايف مع هذي اه ايه الاشياء عشان شوف بقى ايه يعني تعشف بعض. وإلا هتبقى انت كده مش ماشي في الهورمونيكا بتاعت السور. اه يعني لازم انت تصمم الورجانزيشن استراتيجي اند ديزاين بتاعك يتكيف مع هذي الحاجات. الثقافة اللي سيدة في المجتمع الكالتشور. الصيز بتاع الشركة بتاعتك واللايف سايك. التكنولوجي. الانفيرومنت. الاستراتيجي. ده اللي جد علينا بقى الاستراتيجي بقى دلوقتي. الله. هي دي عامل خارجي. انا عايز اه ازبط الهيكل بتاعيه. لا اه هو مش عامل خارجي. بس انا. انا مش فاكري انا احنا لما كنا عادة نخطط. كنا منخطط بالسوات. انا لازم عامل داخلية وخارجية. اه. وقلنا طبعا في السوق المنافس ده هدخله ازاي? واختبنا خلاص الجولز واختبنا الاستراتيجية. اه. ازبط ده الهيكل بتاعك عليها. ما اعتبارها بقى من ضمن الايه? الكنتنجينسي فاكتورز. يعني اكدن فاكتور زاد على الايه? اللي كانوا موجودين عندنا في شابتر اه. هنا بقى بيقول لك. يعتبر اخر بقى جزئية في الشابتر. اه. هي مش اخر جزئية. يعني هي هتكمل على الباقية الشابتر. حتة. قبل كده كنا بنقول. ازاي تقيم? كنا بنقول عندك الايفيكتيفنس والافيشانسي. والتالت حاجة ان انت تراعي الاستيكهولدر. فا اه لو فاكريني السؤال ده تسأل في شابتر او ازاي تقيم الكفاءة او يعني فعالية المنظمة. فقال لك الايفيكتيفنس اللي هي تاكب تكتينو كونسدرئيشان والانج To of variables. اد بوز. اد بوز. اضافة. الوفيشانس او لزيارة المنظمة. وتوزย الت LE mother used to produce L هداف? اهتيشنسي او هاتها. وانا اوفر في المواعض بتاعتي ولا بستهليك اكتر الكب Belarus تاوز. واصل ما يوز يروف فيه Every works of the organization. اف having قد ايه? هل في كفاءة? كفاءة في استخدام الموارد لتحقيق الاهداف ولا لا. طيب. قال لك بص بقى. علشان مش حلم نتكلم في الجولز والاهداف وكل كلام ده. اه. وبنعمل استراتيجيات للشغل. اه. طيب علشان تقيس كفاءتك وفعليتك وانت فعلا ماشي في الاتجاه السليم. ولو فاكرين حضراتكم في اول الشابطة خالص قلنا ان استراتيجيك اه بلاننج هو اللي بتحطها الاستراتيجيك منيجمنت الادار العليا. اللي هو والتي امتي التوب منيجمنت تيم. هم اللي بيعملوا الكلام ده. وبتتكون من ايه الاستراتيجيك منيجمنت? بتتكون من الاستراتيجي اه. ان انت تعمل الاستراتيجية تاني حاجة تطبقها تالت حاجة بقى تعمل لها اهو ده اللي هو التقييم. احنا مشينا عن طريق الصح ولا احنا بنهجس ولا احنا هنخرب الشركة ولا ايه? الله هي كلمة كنا اتنقشنا فيها في المحاضرات. وايه? لا اخب بالك. جزء من اللي هو التقييم. انما لايه قياس فقط. طب بتقولي لما اجي اقيم لما اجي اقول لك تقييم للحاجة بقى انا اه بقيم الاستراتيجية بتاعتي واشوف ايه الخطأ واعمل واصلح وكمان اه حاسب المسؤولين عن سوء التخطيط وسوء التنفيذ والكلام ده كل. ده الاستراتيجي. انما جزء منها هو التقييم. القياس بس. قياس الكفاءة موجودة ولا لأ. اه طيب. احنا الان في المرحلة الاولى. طيب. هو هنا بيقول لك بقى انا هقيم ايه بقى اولا انا عايز ايس ايه? قال لك في مبدأ بيقول لك. انا عايز شوف الشرك بتحقق اهدافها ولا لأ. طب كلام جميل او. الناس بتهتم بالحتة دي. طب فيه ناس ثانية بتهتم بايه? بقول لك الناس دي. اكيد طبعا الجول ابووش ده اللي هما ايه? بيهتموا بالايه? بالفاعلية. اما هما دول. بيهتموا بروسوس بس. هما بي. الشركة بتحقق اهداف. بس بتهدر موارك كتير ولا بتحقق اهداف وكويس. ما انت ممكن تقول لي انا احنا عايزين نبيع مبيعات بمليون جنيه. حلو? اه ده هدف. انت كده لما تبيع مبيعات حقق مبيعات بمليون جنيه. يبقى انت فعلا الله. بس سنة عشان بيع مبيعات بمليون جنيه. في سنة بعت مبيعات بمليون جنيه. وكانت مصاريفي ميتين وخمسين الف. وفي سنة بعت مبيعات بمليون جنيه. بس كانت مصاريفي سبعمائة وخمسين الف. هل يستويان? لا طبعا. ده في واحدة كان مكسبك سبعمائة وخمسين الف. وفي واحدة تانية الشركة كان مكسبها ميتين وخمسين الف بس. اه يعني دي مهمة برضو وناخد بالنا منها ماشي يا عم. انت كده دخلتنا في المناجيوة الاكاونتنج. طيب. قال لك ستنة بقى ده بقى انتاج بقى والشغل بقى ايه اه ان انا اهتم بالعملات الداخلية دون ناس تانية خالص. قال لك انا لليه دعوة بالجولز ولا بوسط. انا اه انا باهتم بالانترنال بروسس وكفائتها والانوفيشن وتطويرها. او ان انا احكم التكاليف فيها واحكم اه الرقابة. لو انا شغال ايه اه اه لو انا ارجانيك زي ما قلت كده هبقى وتطوير كل الكلام ده كلام جميل اوي. طيب في ناس تالتة بقى بتقولك لا. اه الستراتيجيك كونستيوانتس ابروش. اللي هو ايه? اه الكونستيوانتس دي اللي يقولك الدوايا اللي مشها الانتخابية الترجمة الحرفية بتاعتها. صبعا احنا بتاخدش الترجمة الحرفية. انت بتقول لي والله كل المتعاملين مع الشركة. زي ما كنا بنتكلم في الشرطة اللي فات في كل اصحاب المصلح اللي بيتعاملوا مع الشركة. والله بقى دائنين مش عارف داخلين خارجين اي حد بتعامل مع الشركة اصحاب مصلحة مع الشركة انت ما حطك توديد علشان تفضل بتاعت الشركة كويسة. اه. يبقى الاربع مداخل دول. اراضي الاربع مداخل اللي هما ايه ده ده فريق بيشجعوه ده فريق بيشجعوه. اه. تجينا هنا دي قعدنا نقرأها وقلنا دي دي طبع ايه ودي طبع ايه? مسلا حاجة زي الميتنج اه الميتنج او. اه طبعا دي ريسورس. اه طبعا دي بروسس. فيعني ايه? الخمستاشر عنص دول امثلة للايه? امثلة للمؤشرات اللي انت هتقيس فيهم ايه? كفاءة الشركة في الاربع مداخل دول. الشركة تحقق اهدافها ولا لأ الموارد بتاعتها العملات الداخلية كويسة ولا لأ ان هي بتراعي. طيب. شفناهم وتتعالي شوف بعض دراسة تانية اللي هي ايه? اه 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 اول حاجة المدخلات وهي داخل الشركة يعني الشركة بتجيب المواد الخام بتاعتها من فعل لك دي بشوف الشركة هل فعلا بتستخدم مواردها? بتجيب موارد رفيصة ولا لا? جودة كويسة ولا لا? كفاءة استخدامها للموارد دي وبتهضرها ولا لا? تاني حاجة اللي هو بيقول لك شوف بقى شغالها كويسة ولا? الجولز جايدة ولا لا? تكلفتها كويسة ولا لا? طيب اخر حاجة او المدخل الرابع اللي هو الستراتيجيك كونستيوينتس اه ابروش. طرح دي بقى كل المتعاملين بقى بتاعتك والكاستمرز الامبروية والاونرز والجوفرنمنت السبلاير والكودرز جا ما انتم شايفين كده يوزر داخلين وخارجيين بس كل اللي بالشركة انت مراضيهم او مش مراضيهم يعني ايه? بمعنى ان كل بتاعة اللي متعلقين بالشركة دي حصل الله يعني. طيب كلام لو كلام اه مفهومي بقى احنا ماشيين مع بعض زي الفل. اه تعالي بقى نخش على. قال لك اه الجزئية دي برضو. اه هنا بقى دي اه مهمة جدا جدا جدا. قال لك بص الناس دي بقى عملت حاجة يعني علشان تقرب الصورة. قلت لك بص هو اه مش احنا قلنا اربع اه اربع اه مداخل. اه دي الناس اللي بتهتم بالجولز اه ايه مسلا. في المنطقة دي. ويه اه الناس اللي بتهتم بالانترونال بوسيس اه اه. ويه الناس اللي بتهتم بالخارج يعني. ويه الناس اللي بتهتم بيه. اله اه بقى والكلام ده. طيب. اه. عملوا ايه? عملوا متريكس كده? وقال لك. اه. اه. علشان نصنف نعمل الاربع مربعات دي. اه. في عندي عندي وعنصرين. الهول فوكس. والشركة. الشركة الهيكل بتاع الشركة. لو يبقى المربعين اللي فوق دول. لو هو كنترول يعني اين? يعني اه. بيهتم بالايه? بالكنترول اكتر. اه. يعني انت تدع تقول لي كده ان يبقى ده ارجانيك. والتحت بيتميز بالكنترول المربعين دول اللي هما اللي تحت يبقى ده شوية. صح? لان عنده الضبط القنترول وبيقلل التكاليف والكلام ده كله. انما اللي فوق بقى وانوفيشن والكلام ده كله وتطوري وتعلمي والكلام ده كله. طيب. انما الفوكس بقى تركيز الشركة. تركيز الشركة على العملية الداخلية اكتر ولا اكسترنال. يبقى الاتنين اللي هم على اليمين مربعين العليمين دول اكسترنال بتهتم بالبيئة الخارجية اكتر. انما اه العشمال فوكس. فتيجي مسلا ايه نبدأ باليمين مسلا اللي هو فوق على اليمين ده فيقول لك ده ايه? المربع ده? على يمين فهو اكسترنال اكتر من العشمال اللي هو الانترنال. ده الفوكس تركيزي خارجي اكتر. واللي فوق ده ولتحت فاللي فوق ده يتميز بان هو واكسترنال. صح? ممكن تكون مسلا اه بعض الشركات او الحاجات اللي هيشغالة طالما تتعامل مع الناس فهو تمام? تمام? الفليكسابلتي والويدانس اللي هي الجاهزية. الحاجات دي كلها ايه مميزاتها? والجولز اللي بتهتم بيها. ده اول جزء اللي هو بتمايز بالمرونة وان اهتمامه خارجي يعني. يهتم بالعنصر الخارجي. طيب ده لما لو واحد نمرأ اتنين اللي هو يعني العليمين تحت. اه ايه بقى? هتقول لي ده مش في الكسابلتي ده كنترول. اه يعني لو قلنا ان ده مسلا اولجانيكي بقى ده ميكانيستيك شوية. ده راشنال جول فعلا بتوع الابروش اللي هو القديم اللي هو بسموه ايه? الترديشنال ابروش او يعني الناس الادام كانوا بيهتموا فعلا براشنال يعني ايه? بالفيشانسي اهو البروفيتابلتي او سوري البروديكتيفتي البروفيت دي اهدافهم الواقسية. كل الحاجات دي ايه? اه الحاجات دي هي اه سوري دي الحاجات اللي بتهمهم لان هما ايه? يقتربوا الكنترول اكتر. فهم اه الشركة كده بتعميل ان هي تكون ميكانيستيك اكتر فهتلاقي طبعا 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 ميكانيستيك يبقى افيشانسي. اه وراشنال جولز والكلام ده كله. طيب احنا احنا شفنا اللي اتنين اللي اللي على اليمين ده اللي اللي هما الفوكس اكسترنال. تعال بقى للا ايه? للفوكس انترنال. بقول لك اه 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 الشركات مثلا اللي هي فوكس انترنال وتتميز بالفلكسابلتي يعني بتهتم بالعنصر الداخلي وفيها بتهتم يبقى ايه? عايزة فلكسابلتي يبقى عايزة تطوير يبقى برضو بتهتم بمهارات الناس اللي فيها يبقى او او اكيد طبعا ما بتهتم بالعنصر الداخلي اه وبتهتم بالفلكسابلتي يبقى عندها ايه? يعني عندها توجه تعلمي كده. عايزة تخلي الناس اللي عندها اه موظفين بتوعها متطورين جامد جدا فبتعمل لهم تطور ممكن تكون الشركات بقى اللي هي او الجهات اللي هي زي مسلا مكاتب المحاسبة المحامات مكاتب الهندسية اللي هي الناس بتشتغل بعلمها وتشتغل بدماغها فانت عايز تطور الناس دي لان هي دي صارواتك الحقيقة هم دول الاسدس بتوعك انت ما عندكش اسدس بملايين لا ده هم الخبرة اللي عندك هم اللي بيشغلوك طيب عفوا اللي هو بيقول لك طيب اخر واحدة هي دي ايه دي هي دي تصنيف للشركات لا ده اهتمامات شركتك بقى ممكن تقع في الحتة دي او في الحتة دي او غالبا مش هتكون واقعة في ربع وسايبة تلات تربع لا هتكون في النص بس مايلا اكتر من يمين اكتر واخدة من ده حتة وده حتة بس بنسب هنشوف كده مثال على الحتة دي بدلوقتي حالا اهو بيقول لك هنا اهتمام داخلي فوكس انترونال بس الفلكسابيليتي مش موجودة الكنترول اكتر يبقى هو هنا انترونال بوسيس انفاصيز شركة بتاع فيها انتاج ويبتهتم اكتر بالداخلي وبالايه اه ممكن بقى از انتيجة بقى انتو تقول بقى ايه حتة الستابيليتي تقدر بقى تقول لي بقى هنا شركات الحديد والسولب وشركات الحاجات اللي كان بيديها امثلة بيها دي اللي هي الشركات الاسمنتو بتاع فيها فيها انفورميشن اه اه مانيجمنت وكوميونيكيشن والحاجات دي كلها طب تعالى بقى ايه اه قال هات شركتين شركة الف وشركة بيه وحطها لي على الايه الماتريكس اللي انت عملها لي دي ايه اعمل الماتريكس دي الماتريكس دي بتقول لك عندي اربع حاجات بناء على عنصرين الفوكس اهتمام الشركة داخلي ولا خارجي والسترونال هو مارن في الاكساباليتي ولا كنترول اه فقال لك لما حطينا او درسنا الحال عملنا كيس سطادي للشركة ايه او ايه ايه لانها مايلا اكتر للأوبن سيستيم يعني عندها في الاكساباليتي بوس النسبة هنا عالية احنا قلنا بقى ايه ان مفيش شركة هتبقى واقع في ربع وسايبل طلت ما عندهاش ميهومان وصوص يعني ما عندهاش ازاي عندها كله عندها جولز عايز اتحققها بس مايلا لمن اكتر اه يعني هو مش تصنيف بمعنى تصنيف ولكنه نسب اه توزيع نسب فهتلاقي مسلا الاورجانيزيشن ايه مايلا اكتر للأوبن سيستيم يعني عندها فليكساباليتي عندها بتهتم بيه اكسترونال اكتر وعندها برضو جزء كويس بالهومان وصورسز انما اقل اهتمام اقل بالانترونال بروسس وراشنال جولز قليلة معانا كده ان الشركة دي مارنة صح اه الشركة دي مارنة تصنفالي عن ان هي اورجانيك ولا ميكانيستيك لا اورجانيك طح اه اللي تحتها دي على طول عكسها على طول بتهتم ايه عندها فليكساباليتي قليلة ويه اه كنترول عالي يبقى دي يبقى دي كده ايه ميكانيستيك مش اورجانيك حلو حلو وبتهتم بالانترونال بروسس ممكن تكون شركة فيها انتنسيب بروداكشن او بلهم بيسمول بقى الناس بروداكشن صح ممكن عندها عايزة عندها تقلل تكلفة عتزود انتاجها اه كلام جميل قوي يعني هم مش اربع تصنيفات مختلفين لأتوا دول متداخلين اه والرسمات في المادة دي مهمة جدا جدا جدا. الملخص بقى بتاع شابتر سويب لك لما تيجي تصمم يعمل حاجة استراتيجية احنا بدأنا من الاول خالص وقلنا ان الاستراتيجيك هي ايه? قال لك لازم تبقى فاهم البوربس الهدف الشركة مش معمولة كده وخلاص لأ ده فيه هدف والهدف يتحط كويس تفهم مذاك التنفسير اللي هتخليك توقف في السوق يا اما تتهد وتقفل خالص النشاط بتاعك والكور كومبتنسي النشاط بتاعك او الكفاءة التخصصية بتاعتك اللي هتخليك في الحتة بتاعتك دي. تاني حاجة بقول لك في عندك كزا تكنيك تختار بيها الاستراتيجية بتاعتك. شفنا طبعا احنا الاتنين موديل. في موديلات عشان او يعني تساعد تطوير الاستراتيجية. اورجانزيشن افكتيفنس مست بي اسز وشفنا ازاي بيقيم الافكتيفنس بتاعت الاورجانزيشن بالاربع ابروشيز. وانو ابروش اسيوتابول فور افر اورجانزيشن. مفيش واحدة زي ما شفنا بقى هنا مفيش واحدة مناسبة. لا العملية متداخلة. العملية متداخلة. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.